مرحبا حضراتكو في الفقرة التبية الأخيرة النهاردة وخليني كده أبدأ كلامي على طول ونتكلم شوي بقى كلام طبي وعلمي زي ما بتقال في دراسات كتيرة جدا اتعملت وأكدوا أن الأشخاص للأسف الشديد اللي بيعانوا من السمنة بتزيد فرصهم لتعرضهم لمرض الزهايمر طبعا لناس كتيرين كنت أقولك إيه علاقة السمنة بالزهايمر طب لو إحنا قارننا بأشخاص عاديين في نفس تقريبا سنهم ونفس الكيس وكل حاجة هتلاقي الناس اللي مش بتعاني من سمنة أو العرضة بتاعتهم من هما يتعرضوا للألزهايمر أقل بكتير البرسنتج أو النسبة بتاعتهم طيب عايزين نفهم بالزبط إيه العلاقة بين داو دا في نفس الوقت إزاي نخلي بالنا من الأول إحنا دايما نتكلم كمان في الفقرات التبية إن إحنا عايزين يبقى فيه وقاية قبل ما المشكلة تحصل خلينا نعرف كل دا من دفتنا اللي من ورانا يعني دكتور إيمان المراجبي أستاذ المخوى الأعصابة الدب النفسي بكلية الدب جماعة عين شمس بونجور جدا أهلا نسلم صباح الفل دكتور إيمان صباح الفل عليك وعلى مشاهدي يعني من كلامي ومن التايتل بتاع حضرتك ده يمكن القور بتاعك أو يعني ده التخصص بتاع حضرتك فملفه مهم وفي نفس الوقت الواحد بيكتشف كل شوية معلومة مختلفة يعني ما كناش أبدا نسمع أو ناس قليلة جدا اللي تسمع عن العلاقة أو الربط بين الزهايمر والسمنة ممكن نبدأ يعني اللينك بين ده وده في الأول جات إزاي هو طبعا كل الأبحاث ورت أن السمنة كل ما زاد الكتلة مؤشر كتلة الجسم بيحصل قصادها دمور في المخ بمنطقة البساطة يعني كل ما أنا أزيد في الوزن والحجم كل ما يقل حجم مخي يا علاقة عكسية لأ دي أول مرة سماها ما هي دي يعني معلش ما ده كده ممكن ناس كتير تقولك قصدك أي يعني أنا لو أنا وزني زايد أبقى مخي بالزبط يحصل المادة الرمادية اللي هي فيها كل خلايا المخ اللي هي مسؤولة عن كل وظائف المخ سواء معرفية أو حركية أو كل الوظائف بتبتدي يحصل فيها دمور في المادة الرمادية اللي هي مهمة جدا ومراكز كل المعرفة في المخ فإذا المعلومة مهمة جدا إن مش إن أنا شكلي بس اللي هيتقصر لما أسمن لا ده كمان مخي بيحصل فيه مشكلة وعشان كده العقل السليم في الجسم السليم أهلينا لما قالوا في الأمثال العقل السليم في الجسم السليم فعلا عندهم حق لا هم قالوا حاجة تانية هم قالوا برضو يا بومخ تخين بالزبط كده أبومخ تخين نسبة الزكاء أل أيوة نسبة الزكاء أل معنا لما قالوا الواحد أنت مخك تخين يبقى معناها أن الزكاء أقليل ذا كده الناس يعني بالزبط الناس هتكري تخس هتزدميهم دي حقيقة لأن في ناس طبعا أولا الألزهايمر ليه جينات برضو وفيه وراسة في المرض ده ولكن لو أنا خدت بالي من السمنة وقلت في الوزن ممكن حتى لو أنا عندي الجينات دي ممكن ما تقصرش لو أنا بألعب رياضة لو أنا واخد بالي من وزني ممكن ما يحصلش أن ييجي المرض بسبب أن أنا واخد بالي من وزني ومن الرياضة والنشاط طول الوقت كويس طب إحنا عندنا دو كيسز دلوقتي ناس في طريقها للسمنة دي موجودة بالزبط وباللايف ستايل طبعا الغلط وناس قرادة في الليفل ده وعايزة أنها تتخلص من السمنة أو من الوزن الزايد دول ننصحهم بإيه ودول ننصحهم بإيه والله الاتنين هننصحهم من هما لازم يخسوا ليه بقى؟ الأولاني لأن الوقاية خيرون من العلاج بزرط فأنا لما أخس بيبقى بحمي نفسي من أن يحصل لي كل المشاكل دي مش لازم أعيط بعد كده وأقول يا ده أنا كنت عارف أو أنا ما كنتش عارف أن أنا كل ما هبقى زيادة في الوزن كل ما هيحصل لي مشكلة وممكن أبقى عرضة للنسيان واللي بنسميه بالعرب الخرف يعني الخرف اللي هو الدمنشيا كلمة خرف دي يعني كل حالات الألزهايمر تندرج تحت حاجة عامة اسمها الخرف فيه أنواع كتير منها وليفلز ليفلز آه طبعا وتشخيصات مختلفة لكن الألزهايمر أشهر واحد لأنه طبعا مشاهير كتير جالهم ألزهايمر ومعروفين فإذا هتلاقي الناس عندها علمي بشوية من كتر ما شافوا حالات مشاهير جالهم هذا المرض ده فيه لسه لاعب معتزل لاعب كرة عالمية مش محلي أو عربي ولسه ممثل أسترالي بسبب قال لهو عنده 39 سنة بالمناسبة مش كبير أبدا مسألك أنا بتريت أعاني من أعراض الزهايمر يعني فاعتزل وهو فعلا فيه برضو واحد تاني ممثل أسترالي اكتشف أن عنده الجينات المؤهلة للألزهايمر وفكر أن هو يعد بقى ويعتزل التمثيل ويعد مع أهله يعني زي ما تقولي بقى الشوية اللي هو فيهم قبل ما يجيلوا المرض هو ملف بغاية الأهمية وخليني أقول لحضرتك برضو أن بعد الكوفيد ناس كتيرة كان من تأثرها أن أنا كنت منهم على فكرة أثر شوية على المامري على الذاكرة فدي قضية مهمة جدا أكيد سواء أنت بتتكلم بسمنة حتى أو غيره بس لو إحنا قلنا بقى عايزين نلحق أي دلوقتي مريض السمنة اللي هي الأوفر ويت كمان نسميه أوبيس ممكن يعمل أي دلوقتي اللي بيتابعنا مثلا عشان نساعده عشان نساعده هنقوله على طول نستخدم منتج اسمه بستا منتج عبارة عن ألياف طبيعية ثلاثة ألياف طبيعية رئيسية اللي هم السيليوم وردة الأمح والشوفان الثلاثة دول دي ألياف طبيعية فده مكمل غذائي عشان محدش يجي يقول لي طب ما ده هيأثر على كذا ده مكمل غذائي طبيعي ألياف طبيعية فلا هيأثر ولا هيعمل يعني حضرك الناس ما بتخافش تاكل جاتو وتخاف تاكل ألياف يعني يا دكتورة تبدأ يدرني فيه يعني حضرك بتروح تاكل السكر السكر اللي هو المتصنع ومش خايف منه وخايف لي من الألياف لو في ناس باكل من الشارع في ناس تاكل من عربيات بالضبط النشويات الكلام ده كله طبعا طبعا الكلام ده كله غلط يعني إحنا لو أخدنا المنتج ده على فكرة على كل المستويات يعني اللي بيقف على العربية يقدر يشتري لأن سعره معقول جدا اللي بيأكل في أي حاجة في رستران يعني أنا أصد لكل المستويات يعني هو مقدم لكل الفئات المجتمعية لكل الفئات دخلك عالي محدود أو دخل منخفض فإنت تقدر أن أنت تحصل عليه مش بس أنت والعيلة لو حد محتاج يعني أكثر صحيح وفيه فعلا عائلات كاملة أسر كاملة ماشي عليه يعني بتلاقي الأخ والأخت يعني أنا أعرف ناس كتير لأنه طبعا بيتابعوا معي وعارف القصة دي فطبعا الألياف دي بتعمل إيه بتنفش في المعدة وتخليكي فضلك حبة صغيرة قد كده اللي هم ممكن تاكلي من خلالهم فده بالتالي بيقللك الكالوريز اللي طول النهار بناخدها وطبعا الدهون والكلام ده كله لأن دايما لما كنا أنا رايحة للأكل وعندي بس حبة صغيرة كده في المعدة هتلاقيني دايما نروح للأكل الصحي وهتلاقي نفسك تعودتي دايما على الأكل الصحي والسلطة والبروتينات المشوية والحاجات دي كلها وهتلاقي نفسك مش رايحة خالص للدهون والنشويات الحاجات اللي بتزاوية يعني هو كمان بيأثر على الكريفنج أو اللي هو أنا نفسي بتروح لإيه بالضبط طبعا لأن أنا خلاص قرار دي ثلاث تربة معدتي مليان فأنت يعني عارف أنت لازم تكوني إيه أكلتي وهتاخدي حاجة بقى في الآخر تحبسي بيها يعني فهو ده الحبسة بقى اللي هي إيه ناخد صدر فرخة ناخد طبق صلطة وفيه ناس بقول لهم ممكن احنا بناخدوا نص ساعة قبل التلات واجبات الرئيسية بيتحط كيس على كوباية مية وبطعم التفاح الأخضر بقول للناس ساعات في العشا ممكن تاخد البستا وما تاخدش بعدين عشا لأنه بيملع المعدة وتلات تربع المعدة فإذا يا سلام لو مكلناش حاجة أصلا بالليل هتلاقيك خستي كأنك بتعملس يوم متقطع يعني كأنك ماشي عشا يعني ممكن انتحش بيه وخلاص بالزبط كده عندي مرضى كتير قوي بيعملوا كده يروري بدل ما نقوم نجوع بالليل ونفتح التلاجة ونفضل ندور كده في أي حاجة في التلاجة إحنا لما بناخده بصراحة بدينا شبع لحد تاني يوم الصبح فده اللي احنا عاوزينه لأن أنا ما دخلتش جسمي كالوريز ولا أي حاجة تزود الوزن طول فترة الليل فبيزيد الحرق ولغاية الصبح يبتدي الحرق يزيد طبعا بالنهار أكتر حاجة كويس جدا طب احنا عندنا أسئلة كمان من السادة المتابعين كانوا بعتوها خلال نروح لها برضو أن هي أسئلة مهمة جدا تفضل والساد ياسر مثلا عنده 45 سنة بيقول بعاني هو بعاني من سن الـ 33 بيسمنا مفرطة وما كانش فارق معايا خالص وكنت متخيل هرجع خص تاني لكن شهيتي أصبحت مفتوحة بزيادة لغاية لو ما وصل 110 كيلو ومش عارف يتنفس كويس هو طوله 173 هو بعت الـ description كامل طبعا هو زيادة جامدة قوي ومتخطي المية بكتير فده أكيد وهو بالليل وهو نايم بيحصل مشاكل في التنفس بيحصل شخير جامد يعني أكيد بينام لوحده في الأوضاء ما فيش حد هينام جنبه لأن المنظر ده بتاع واحد بيتخنق وهو نايم طبعا الوزن ده أنا متصوره وطوله 173 كده فيه مشكلة حقيقية أثناء النوم شهيته لازم هتبقى مفتوحة لأن أكيد عنده اكتئاب واللي عنده اكتئاب بيأكل كتير يعني كل مكان فيه ناس اللي اكتئاب بيأكل معهم بيقفروا بققهم وما يكلوش وفي ناس تانية بسم الله ما شاء الله دغاية ما يوصل يعني 170 كيلو فهو كده لازم يلحق نفسه وأنصحه إن هو ياخد البستا وخصوصا إنه فيه كروميوم الكروميوم بيزود الحرق في الحالات اللي زي الأخ ده لأن الكروميوم من الحاجات اللي موجودة فيه البستا وبيزود الحرق بنسبة عالية جدا وكمان فيه فيتامين سي اللي هو برضو بيستخدم فيه عمليات الايد والتمثيل الغذائي فلو يعني اشتغل على البستا ونحط له كمان عليه القلب مالتي فيت اللي هو في الكورس زي ما احنا بنقول زي ما الشاشة مورية القلب مالتي فيت ده مجموعة فيتامينز عشان ما يحصلوش مشاكل وهو بيخس أو يحس بخمول أو همدان عارفة أنت فيلم اكس لارج لما يقول له إيه ده بكرة رمضان يبقى فين الاربعين كرطونة بيضة ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني الحتة تحسس الخوف من الجوع وبيبقى عندهم دايما خوف من الجوع البستا بيضيع القصة دي بيخليه شبعان فمش خايف خلاص مش خايف لا مصدع ولا دماغه مصدعه ولا الشعر بيقع في البنات ولا الضوفر بتتقصف ولا الخمول والبهتان والهزيان تحس أن انت مش مركزة لا دي مشكلة كبيرة دي يعني الاعتماد على الأساليب دي في الخساسان يعني الناس ربما بتقول لا أنا أستحمل وزني أحسن إن أنا أروح أشعر بالالسايد فاكس بالجوع والمجاعة بالزبط 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 طيب مية صلاح بتقول وزنها 98 كيلو طولها 156 يعني لا ده كتير وفرحها كمان شهر وبتعاني من تكيوسات وبتعمل دايت ونش بتخص خالص محتاجة تخص عشان حياتها تكون طبيعية كمان طبعا ده حلوة قوي إن حضيك أسارتي موضوع التكيوسات المبايد لأن التكيوسات المبايد دي اللي هو البوليسيستيك أوفري دا بيبقى فيه المبايد بيبقى فيها تكيوسات كتير ودايما بيبقوا دول عندهم مشكلة إن بيطلع شعر في الوجه في البنات كتير وبيبقى عندهم سمنة وبيبقى عندهم مشكلة في الإنجاب طب علاجهم إيه لما تدخلي الدكتوري النساء يقولك لازم تنزل في الوزن نزول يعني هي حاجة وخمسين توصل لوزن طول بتاعها مية ستة وخمسين توصل لستة وخمسين بتخيلة هتلاقي يبقى ممكن لما تتزوج الإنجاب يبقى بسهولة يبتدي الشعر اللي في الدقن داي يبتدي يعني سوري التكيوسات هي اللي جابت زيادة في لأنه بتتلخبط في الهرمونات بيحصل لخبطة في الهرمونات يحصل لهم حاجة اسمها هرشتزم هرشتزم دي اللي هو بيبقى ظهور شعر في المناطق المفروضة للبنات عادة ما عندهمش شعر في الوش يعني فيبتدي يحصل حاجات زي الزكورة الزكورة شوية في الوش يعني فكل الحاجات دي علاجها ان احنا نخس فتخالي حضرتك عراضتي حالة مهمة جدا ان احنا نقول لها لازم تخسي ولازم تشتغلي على نفسك كويس قوي خلال الشهر ده وبستة ممكن يخليكي تنزلي من 8 ل 12 كيلو وطبعا بعد الزواج تكملي يعني تكملي هتلاقي نفسك في شهر العسل برضو نزلالك كمان 10 كيلو زيهم هتلاقي نفسك كسارتي يعني الرقم الفلكي اللي هو طب هي يعني هي ممكن تنزل في قد ايه تقريبا لو احنا بديكلم من 98 يقولي من 100 لغاية ممكن 3 شهور 3 شهور 3 شهور تعمل التارجد بتاعها إن شاء الله لو هي بشي كويس تكلمي حاجة 40 كيلو اه ما هي 3 شهور هنبقى خلي بالك ان احنا اللي ممكن نسمح لها ب5 كيلو زيادة يعني ما جاتش على ال5 كيلو زيادة عشان بس الشكل لو هي عاوزة تبقى يعني مش اللي هو الايدال ويت بالزبط ونزود لها الالبا مالتيفيت اللي هو مجموعة الفيتامينز عشان برضو ما يحصل لاش اي مشكلة تسقط شعر بقى وهي عروسة الدوافر تبقى كويسة الطاقة البهتان والحاجات دي ما تحصلش لأن الموجود فيه فيتامين بي بنسبة كبيرة كل المجموعة الفيتامين بي بي كومبليكس كل البي كومبليكس موجود وكمان معاه زينك ونحاس وفيتامين سي كل الحاجات دي كلها وفيتامين إي الحاجات دي كلها مهمة جدا وفيتامين إي على فكرة واقي من السرطانات فبردو مهمة قوي لأنها عندها تكايوسات في المبايد عشان تحفظ على نفسها فهو موجود فيه فيتامين إي فإذا الكورس مع بعض لو اتصلت خادت الكورس من خلال أرقام اللي موجودة على الشاشة تقدر تاخد علبة مجانية كمان فيتامين دي تزبط نفسها قبل الجواز لأن الشركة منزلها شركة باي ناتشرال فيتامين دي هدية على ويمكن الكورس كامل عندنا هيزود الحرقة قوي وتقدر فعلا تنزل حوالي عشرة كيلو قبل الجواز وده على فكرة حاجة كويسة قوي هتلاقي في الشكل هتلاقيها نزل اللبس بتاعها الأماكن كمان اللي هي محتاجة تخص مش يعني الناس بتبقى وقت للأسف الشديد بتبقى خايفة تخص علشان تقولك ما أنا مش عايزة خص كل يعني منفقة معينة سواء البطن أو وتابر يعني لأ ده هيساعدها فده لأ النقطة اللي أنا أريد أتكلم فيها أن إحنا القلب مالتي بيت أو بنتكلم على بيستا هو بيخصص كمان تحديدا القلب مالتي بيت في الأماكن يعني هو بيساعد أن الأماكن دي هي اللي تتحرق والبيستا تحديدا لأن هي بتشتغل على حرق الدهون وفي نفس الوقت على سدادان والسدادان النفس بالزبط بحيث أن هي السمنة الموضعية اللي حضرك بتقصديها طبعا بتخص تماما الحتة الزيادة سواء بطن أو الهنش مش أول أوفر بقى هي بالزبط هي بنقي الجسم طبيعته كده أول ما تبتدي تشعري بمجاعة المخزون اللي في الدهون هو اللي بيقيه بيسيح ويطلع طاقة لأنتي عارفة يا دكتور فيه ناس مثلا بتستخدم حاجات عشان تخص وتعفر أدوية أو غيره فتخص كلها تلاقي مثلا وشهم بقى قد اللقمة شكله مريض لا قد اللقمة شكله وحش والجسم لسه مليان وتقولي لأ خليك وانت ما تخين أحلى يعني مع وشك وحش أو وشك مش حلو أبدا شيء عشان كده معانيكو بقى ان انتو تعبانين صحيح عشان كده القلب مالتي فيد بقى بيحل المشكلة وخصوصا فيتامين سي اللي في القلب مالتي فيد كمان بيساعد على الحر وموجود كمان الفيتامين سي هو أنتي أكسيدنت كمان غير أنه هو بيزود الحر موجود كمان مضاد أكسيدنت طبعا مضاد أكسيدنت وكمان هو موجود في البستا يعني البستا فيه فيتامين سي والقلب مالتي فيه فيتامين سي فاحنا عندنا مضادات أكسيدة كويسة جدا وما ننساش نقول ان الجرين كوفي برضو أنتي أكسيدنت احنا ممكن ناخد الجرين كوفي في أي وقت يعني بدل ما نشرب حتى القهوة العادية ممكن ناخدها معانا الشغل نشربها منها ان احنا نستفيد ومنها طعمها حل اه بالزبط هي موجودة في صورة حبوب يعني هتتاخد كده حباية وتبقى انتي كده أخذت القهوة يعني حتى لو بنتيش وقت يعني أقصد المزاج كده كده واحد يعني مش لو هو يعني كأنك شربت قهوة بالزبط كده كأنك بالزبط شربت القهوة فإذاً ده حاجة طبيعية وناتشرال ومش بتضر بقى زي القهوة خالص آه طبعا طبعا هي أفضل وفي حتة الحرقة أفضل وأمان وطبعا تخيلي بقى لما ناخد البستا ومعيها القهوة الخضرة ومعيها القلب مالتي فيت وكمان متابعة مجانية لكل أسبوع من قبل الفريق اللي موجود في شركة باي ناتشرالز اللي بيردوا على التليفون بيحولوا المرضى على القصائيين التغذية بحيث يساعدهم المتابعة مهمة جدا أسبوعيا ومجانا ومجانا فكده مفيش بقى حجة بقى يعني كده مفيش حجة يعني هنعمل ايه التاج؟ اللي عايز بقى يجيله ألزهايمر بقى برحته بعد كده يعني نروح لآخر سؤال اتبعت شان بردو نبقى غطينا كل أسئلة حضراتكم بتقول جوزي عنده 65 سنة بيعاني من السكر وبيأكل في فصل الشتة كتير ده حلو حلنا كلنا ده حل المصريين كلهم وبقى مش عارف يتحرك كتير زي الأول مش عارف يعمل دايت بيأكل أكتر وبيعاني من السكر أوكي ده طبعا أيديا ليه بقى؟ ده زي ما قلنا قبل كده في كذا حلقة إن البستا الألياف اللي موجودة فيه بتنظم إفراز الإنسولين من البانكرياس بطريقة طبيعية زي اللي ربنا خلقها دايما المرضى السكر بيبقى عنده مشكلة إن بيطلع زي فجأة يطلع الإنسولين لما يكله يطلع الإنسولين عليه قوي وبعدين يروح نازل مرة واحدة الطلوع والنزول ده هو ده اللي بيبهدل الدنيا وده اللي بيخلي المريض عنده السكر وبيبقى عنيد في العلاج بتاعه لكن لو أخد البستا ده بينظم إفراز الإنسولين طبعا مع أدويته مش هنقوله إن إحنا نوقف أدويتنا ولكن مع الوقت هو بيلاقي إن السكر معدلاته بتقل فبالتالي بيروح للدكتور ممكن يغيرله من إنسولين لحبوب ويبقى كده إحنا تحسننا وعندي مرضى شالوا الحبوب خالص بأردر من الدكتور لما وصلوا أنهم خسوا ورجعوا للأوزان الطبيعية راح منهم السكر خالص يعني ما تعملي تحليل التراقومي بتلاقيه نورمال فإذا بالعكس هيتساعدوا جدا جدا في علاج السكر وكل الأمراض المزمنة ما فيش ما يمنع ضغط سكر مشاكل في القلب ما فيش ما يمنع نهائيا من استخدام المنتجات دي طيب إحنا عشان الوقت تريبا بيخرز دكتور إيمان برضو نوضح للناس إزاي الكورس بيتاخد عشان اللي بيتابعنا دلوقتي الكورس بيتاخد إزاي أول حاجة البستا هناخد ثلاث مرات في اليوم قبل الثلاث وجبات الرئيسية نص ساعة قبل الثلاث وجبات الرئيسية بتحط كيس على كباية ميا وهو بتعم التفاح الأخضر يبقى ده بالنسبة للبستا القلب مالتي فيت هو أرس واحد يوميا بعد الفطار والعلبة فيها 30 أرس معناها العلبة شهر ده ممتاز والجرين كوفي ممكن ناخد مرة أو اتنين في اليوم دي بحيث أنه يزود لي الحر وطبعا الفيتامين دي ده دية بيتاخد برضو مرة واحدة يوميا فإذن لو خدنا كل الكلام ده إن شاء الله إن شاء الله نضمن إن إحنا نخص بطريقة آمنة نضمن إن ما يحصل لناش كمان نقص فيتامين دل بالهدية الموجودة نتابع مع الأخصائيين الموجودين بتوع التغذية يبقى كده مفيش حجة ومش هنحتاج نروح لدكتور تغذية نهائيا دكتور إيمانا بشكرك بجد استفدنا وأنا دايما بستفيد برضو مش بس سادة المتابعين أنا كمان بستفيد من إجابات حضرتك على الأسئلة بتكون مهمة جدا للسحة العامة نورتين وحنشوفك أكيد تاني بشكر حضراتكم كمان على متابعاتي النهاردة أنا وكريم في الحلقة ونشوفكم إن شاء الله حلقة جديدة من 10 صبح في الأهلي مع السلامة